تمسك بك الفيلة بخرطومها وترميك أرضاً تستخدم أنيابها الكبيرة وتغريسها في الجسم ثم يأتي دور القوائم ستقف على رأسك ولن تدعك حتى تصبح مسطحاً الفيلة من أكثر الحيوانات المهيبة في العالم وهي المفضلة بالنسبة إلي لكن عندما تسيء التصرف تصبح ذات سلوك قاتل وتصبح متوحشة هناك بالتأكيد فيالة ذات سلوك قاتل وعندما يصبح الفيل قاتلاً فهو يصبح أسوأ وأكثر الحيوانات عدوانية في العالم إنها تمتلك القوة والتركيز لتكون حيواناً مرعباً أعلم أن هذا تصريح جريء لكنني أتشبث به يمكن للفيلة أن تكون قاتلة وتزداد أعداد الفيلة التي تصبح ذات سلوك قاتل أكثر فأكثر في التعريف المطلق لما يجعل الحيوانات قاتلة أنها تسعى وراء الإنسان وتقتله لذا لا يكون تحقيق هذا لتحديد ما إذا كانت هناك فيال قاتلة أم لا بل لماذا؟ بما أنني مختص بسلوك الحيوانات سافرت حول العالم لدراستها في محاولة لتحديد الحيوانات ذات السلوك القاتل الموجودة في الطبيعة مع اقترابي من الخطر أريد أن أفهم الغرائز الطبيعية للحيوانات المفترسة كالتمسيح أشعر بأنه مسدس ملقم سينطلق والسلوك المتوحش لحيوانات مثل فرس النهر التي لا تأكل اللحوم لكنها تزهق أرواحا في إفريقيا أكثر من أي حيوانات أخرى لذا فأنا أعرف ما يعني التواجد حول حيوانات لا تريدني أن أكون حولها أعرف كيف أقرأ ما يريده الفيل وأعرف متى أسبب له التوتر ومتى أغادر أريد أن أرى سلوكا قاتلا وماذا تفعل عندما ترزح تحت الضغط لذا سأبقى لفترة طويلة وهذا يتعارض مع كل ما أعرفه لأتمكن من فهمها أكثر سأقترب من أكبر قدر ممكن من أكثر الفيلة المعروفة عدوانية إنها الذكور العنيفة التي يملأ هورمون التستستورون أجسامها ذكور جامحة تعيش بمفردها أمهات مع صغارها تريد حمايتها سأفعل ذلك مشيا بين قطيع تكاثر ومزيج قاتل من كل النواحي عند النظر إلى الفيلة يصعب علينا أن نصدق سوى أنها حيوانات عملاقة لطيفة حيث يأسرنا حجمها الكبير وذكاؤها وجانبها الحساس لكن لا مفر من الحقيقة في بعض الأحيان ومن دون إنذار يمكن للفيلة أن تفقيد السيطرة في العشرين من أغسطس عام أربعة وتسعين فقد فيل سيرك يدعى تايك السيطرة وهاجم بوحشية وداس مدربه حتى الموت وصحق العديد من الأشخاص الآخرين انتهت الحديثة المأساوية عندما أطلق مسؤولون محليون النار على تايك وقتلوه هذه الحوادث تحتل صدارة الأخبار لكن الهجمات القاتلة لا تقتصر على السيرك تقتل الفيلة في إفريقيا أكثر من مئتي شخص كل عام تهاجم الفيلة الناس وتدوسهم بوحشية حتى الموت وتدمر قرى بأكملها تقتل ذكور الجامحة اليافعة حيوانات وحيد القرن مع أنهما ليسا عدوين طبيعين ما جعل هذا العديد من الخبراء يتساءلون هل جنة الفيلة؟ هذا الحيوان ليس سعيدا أريد أن أعرف ما يسبب هذا السلوك القاتل أريد أن أعثر على فيلة تعبر الحد الفاصل بين السلوك العادي والعدواني تجاه البشر هل الفيلة قاتلة بطبيعتها؟ أم أن اللوم يقع على البشر؟ كان راول كنتي في رحلة سفاري داخل سيارة مفتوحة عندما تعرض للهجوم وكاد فيل غاضب أن يدهسه حتى الموت هل لا تروي لنا خطوة خطوة ما تتذكره؟ كنا نتبع فيلا أنت أجلس هنا والحارس يجلس على ذاك الجانب وفجأة ظهر فيل من جهة المرتفع وأوقف السيارة كان هناك سبعة فيلة بعضها صغير جدا من الواضح أنها في مرحلة ما لم تكن سعيدة بوقوفنا في مكاننا فقامت بمهاجمة السيارة تحتاج الفيلة إلى ثوان لتخطوى عشر خطوات لذا كانت بأقصى اندفاعها عندما صدمت السيارة بقوة كانت هناك كان ذلك وجها لوجه وعند تلك النقطة قالوا لي أهرب وفي اللحظة التالية وجدت نفسي أطير في الهواء وقعت على الأرض ونظرت إلى الأعلى كانت تسحقني على الأرض يعتقد الجميع بأنها تقف عليك كما في الرسوم المتحركة لكنها لا تفعل ذلك إنها تستخدم جبهتها ثم تقوم بدفعك كما لو أنها تعجن الخبز هل كانت الإصابات خطيرة؟ يمكنني القول إنها مزقت وجهي وأزالت أنفي وتسببت ببروز أحد محجراء العينين كسرت جميع هذه العظام هناك قطعة من الفلات في داخلي لقد كسرت جميع أضلعي على هذا الجانب وعندما أقول كسرتها فهي لم تقم بكسرها فحسب بل تحنتها إلى قطعا صغيرة قالوا لي لما قمت بالهرب؟ وقالوا كان علي البقاء داخل السيارة لا أعرف إن أخطأت أم أحسنت التصرف لكن في جوهرها فيل وإذا أراد فيل أن يدخل إلى السيارة فيمكنه ذلك إذا أراد حمل السيارة ورميها بعيدا بإمكانه ذلك هذا ما لا يفهمه الناس لا يوجد مكان آمن عندما يكون هناك شيء يزين خمسة أطنان يسعى للقضاء عليك لإظهار قوة وذكاء هذه الحيوانات سأعمل مع تيمبو وهو فيل مدرب سأستخدمه للمساعدة على وصف ما يفعله فيل في حالات هجوم قاتلة في كثير من الأحيان ستراه يستخدم مقدمة وجهه ويفعل ذلك وترى هذا أيضا عندما يتقاتل الثيران تضع جبهاتها جبهة مقابل جبهة وتهاجم بعضها بعضا وهي منافسة لرؤية مدى قوتها ادفع 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 هناك عدة أسباب لقيامها بهكذا أمور إنها تدفع الأشجارة لوصول إلى الأوراق الموجودة في الجزء العلوي لتحصل على بعض الطعام وأحيانا تريد التباهي يمكن أن يصل حجم فيل أفريقي بالغ إلى أربعة أمتار ووزنه إلى سبعة ألاف كيلو جرام وهذا مماثل لوزن حافلة مدرسية ادفع يحتوي خرطوم الفيل على أكثر من مائة ألف عضلة ويمكن لأنيابه العاجية أن تنمو حتى ثلاثة أمتار وتزين أكثر من تسعين كيلو جراما ارفع الشجرة حسنا استخدم الإنسان الفيلة منذ زمن طويل للقيام بعمله في كثير من الأحيان تخيل كم سيكون من السهل عليه أن يحمل رجلا بوزن ويقوم برمي ببساطة نحن نعرف أن جسم هذه المخلوقات صمم لتحمل الكثير من الوزن وقوائمها عبارة عن وسادة كبيرة من الجلد لأخذ فكرة عن مدى قوة هذه المخلوقات سوف نلعب لعبة شد الحبل شاحنة التي أعرف أنها قوية ضد قائمة واحدة من قوائمه وضعت جهاز التعشيق إنه فيل قوي قام بسحبي وأنا في وضع التعشيق وفرامل اليد تعمل تشتهر هذه الحيوانات بذكائها ربما هي من أذكى الحيوانات التي التقيت بها عندما يقرر فيل أن يسعى وراءك لن يوقفه شيء أنا على وشك اختبار هذا بنفسي تم تدريب هذه الحيوانات للقيام بالتعقب لذا هل سيتعثر علي؟ نعم يجب أن لا تكون هذه مشكلة إنها تمتلك حاسة شم مذهلة نحن نستخدمها لمكافحة الصيد غير المشروع ما سأفعله هو ترك قميس القديم فرائحة موجودة عليه وستتمكن من ملاحقة أينما ذهبت لن تحثر علينا لقد مشيت بشكل متعرج وفوق تضاريس مختلفة حتى لا يتبع أثار قدمي استخدمت كل ما يمكن استخدامه لكي أتأكد من أنه لا يتبعني بصرياً الفيل لم يسمعني ومن المستحيل أن يكون قد رآني وأن يكون قد سمعني الطريقة الوحيدة التي يمكن لهذا الفيل أن يعثر علي بها هي من خلال الرائحة إذا كان بمقدورها تتبع الرائحة بهذا الشكل الجيد كما يدعي أولئك الأشخاص فهذا يجعل الأمر أكثر رعباً بكثير هذا مذهل لم تكن هناك طريقة ليتتبعني بها عدى الرائحة عندما كانت على وشك العثور علي أضعتها لكنه تحرك بسرعة والطقة الرائحة من جديد وعرف أين كنت أختبئ مثل السهم لا يمكنك الهروب ولا الاختباء من فيل يريد قتلك تعيش الفيلة في مجتمع أمومي منظم تقود الأنثى الأطخم مجموعة صغيرة متماسكة من الصغار والإناث الأصغر سناً أما الذكور فتذهب كما تشاء ويمكن للإناث أن تكون أكثر خطورة من الذكور لأن لديها أكثر بكثير لتحميه حتى الاقتراب من الصغار عن غير قصد يمكن أن يحريض هجوماً شريساً واجه ثلاثة عمال حديقة في جنوب إفريقيا الغضب المطلقة لأنثى فيل عندما تعرضت سيارتهم للهجوم قتل إثنان الأول نزف حتى الموت والثاني مات بعد أيام بسبب الصدمة يصف لنا مدير المحمية توني كونوي ما حصل كان الطاقم عائداً من حرائق مشتعلة كانوا يقودون السيارة عندما رأوا فيلاً أطفأوا السيارة والأنوار وحافظوا على هدوئهم والنوافذ مغلقة حتى لا تخرج رائحة أجسامهم لكن لسبب ما توحشت إحدى الإناث ودفعت بالشاحنة إلى جانب الطريق ثم نحو شجرة قامت برفع الصقف كما لو أنه علبة من الصفيح هذه الأنثى كانت ثائرة حقاً دخل نابها عبر المقعد وعبر اللوحة الخلفية حقاً كان ناباً طويلاً جداً عندما وصلنا إلى الشاحنة كانوا مستلقين في المقدمة المرأة الموجودة في مقعد المنتصف قد لقيت حتفها والشخصان الموجودان على كلا جانبيها مجمدان ظننا أنهما لقي حتفهما حتى رأيت أحدهما يطرف بعينيه وأدركت أنه مازال حياً أهذا يشير إلى أمكانية وجود فيل قاتل؟ فيل واحد لا يتصرف بشكل طبيعي؟ أن نقول إن الحيوان لم يتصرف بشكل طبيعي هو تبخيس لما حصل لم أرى في حياتي فيل أن يتصرف هكذا كان من الواضح أنه هجوم مروع لا مبرر له في رأينا كان الهجوم سلوكاً متطرفاً لأنث فيل وبالتالي ليس الذكور وحدها تمتلك سلوكاً قاتلاً أريد أن أرى كيف ستتفاعل مع أنثى عادية سيراً على الأقدام يتوقع المرء في هكذا حالات هناك أم كبيرة مع صغارها هي تعرف كيف تقوم بحماية صغيرها ولربما فعلت ذلك لعدة مرات في حياتها هذه إشارة بالأذنين هذه لم تكن إشارة إلى أنها ستهدأ بل كانت موجهة إلي لأنت به عليك أن تكون مدركاً لما تقوم به وما الذي يقوله لك الحيوان هناك أترون كيف رفعت خرطومها هذا التحذير الذي أتحدث عنه كان هذا تهديداً الصغير يقلد أمه عندما أنظر إلى حيوان كهذا إن لديها كل الحق للقدوم والهجوم علي وصحق وإبعاد عن صغيرها لكنها لم تفعل إنها تقيم حالتها وترمى إذا كنت أشكل تهديداً أم لا هذه الأم هادئة جداً لكن هناك نوع آخر من الإناث يمتلك سمعة بأنه أكثر عدوانية هذه أنثى من دون أنياب مع صغيرها ويقال إن هذه الإناثة هي الأكثر خطورة من المفترض أن تكون الإناثة التي لا تنتلك أنياباً عدوانية جداً مع هذه المنطقة الكثيفة لن يكون من الذكاء ملاحقتها لذا سأعطيها مساحة واسعة تزداد أعداد الفيلة من دون أنياب بنسبة 30% في المناطق الإفريقية وهذا الرقم آخذ في الإزدياد ويعتقد الباحثون أن حصول المزيد من الصيد غير المشروع للفيلة التي تمتلك أنياباً عاجية سيجعل الإناثة التي لا تمتلك أنياباً أكثر عرضة لتمرير هذه السمى الوراثية لصغارها يعتقد أنها أكثر عرضة للمهاجمة لأنها لا تمتلك أنياباً تعتمد عليها للتواصل أو الدفاع عن نفسها ما يقوم به معظم الناس عند المشي مع الفيلة هو البقاء صامتاً ومختبئاً لكن هذا ليس أسلوبي أنا أحاول أن أتفاعل معها لأرى كيف تتصرف عندما تكون حول الناس إنها تراني أنا قريب منها هذه الأنثى العدوانية أنا في موقع سيء الآن إنها تتفاعل معي بكل تأكيد هذا قليل كانت تتظاهر بالهجوم كأنها تقول لي ابتعد عن صغيري سأتراجع بضعة خطوات سأستمع إليها سأقول لها لا مشكلة حسناً أعتقد أنها ستبحث عن مخرج لها أنت مع هذه الحيوانات وقد قيل لك إنها عدوانية بشكل مروع وهذا لم يكن عدوانياً كان هذا أكثر حيوان مثالي قد تراه هذا حيوان يقول لك سأتواصل معك قبل أن أؤذيك لقد رأتني لا تريدني أن أقترب من صغيرها قالت لي ابتعد فتراجعت المشكلة هي أنه ما من طريقة لمعرفة أي من الفيلة يحمل سلوكاً قاتلاً كل ما يمكنني فعله هو الانتباه لكل إشاراتها وجدت هذه الأنثى إنها ليست واثقة مما أفعله أنا لذا لربما إذا جلست هنا لفترة طويلة ستدرك أنني سأراقبها فحسب وربما ستسترخي عند إذن إنها تتسلل نحوي إنها مع صغيرها منفصلة عن قطيعها ومع عدم وجود الدعم ستكون انفعالية لأنها بمفردها هذه الأنثى تسبب لي بعض التوتر فهي تقترب أكثر من اللازم لا يعجبني عندما تقوم بثني الركبتين إلى الأسفل لأن هذه بداية الجزء الذي تقوم فيه بوضع خرطومها تحتها وتنطلق جرياً وهذه ليست إشارة هذا لا يعني أريدك أن تخرج من هنا بل سأتي لأقتلك هذه الأنثى تبدو متوترة إنها تريد أن تذهب إلى مكان تشعر فيه بالراحة وأعتقد أن هذا المكان هو خلفي أنا أعطيها بعض المساحة إنها تتجه نحو تلك الأجمة تريد أن تحصل على بعض الغطاء لحماية صغيرها وأعتقد أنها في قمة التأهب خطأ واحد مع هذه الأنثى وأعتقد أن هذا سيحفز هجوماً عدوانياً أترون؟ الفيلة تتصرف بهذا الشكل إنها تحب تواصل قبل أن تصبح عدوانية هذا تواصل بأنها ليست سعيدة هذه هي المراحل الأولى لحدوث المتاعب وللمرة الأولى يشعر المتعقب خاصتنا بالقلق إنه يحذرني وطاقما لنتراجع على الفور قف، وليام قف هذه الأنثى تصبح عدوانية تريدنا أن نخرج من هنا هذا ما نبحث عنه تواجدت مع إناث وصغارها لمرات عديدة خلال كل هذا المشروع وكانت هذه هي الأنثى الأولى التي قالت لا، هذا يكفي لن أقول لك أن تبتعد، سأجعلك ترى ويمكنني أن أقول لكم إنها كانت على حافة اتخاذ القرار حسناً، ربما يجب أن أسحقه أو أهديده وأنا سأبتعد من حسن الحظ كان هذا تهديداً ويمكننا الذهاب الآن وتهديئة أعصابنا هذا جيد شكراً لك أحسنت، جعلتني أتوتر فعلاً كانت هذه المواجهة موترة جداً لكن هناك أماكن في إفريقيا الخوف فيها هو جزء من الحياة أخذني بحثي حول الفيلة ذات السروق القاتل إلى قرية صغيرة في زامبيا حيث هناك حرب تدور بين الفيلة والبشر يعرفني كالفن إلى آرون لقد خسر زوجته وأحد أطفاله في هجوم أنثفيل قاتلة فهمت أن آرون تعرض لحادث صادم جداً مع الفيلة وهل أخبرك القصة؟ نعم دعني أخبرك ملخص ما حصل هذا الرجل وهذا ابن آرون ذهب مع زوجته وأطفاله لزيارة والديها وأثناء ذهابهم رأوا بعض الفيلة القريبة منهم حاول آرون بكل جهده الهروب ثم عندما أدرك أنه ترك زوجته وأطفاله وراءه اضطر إلى الأقوف والاختباء بين الشجيرات لكن زوجته واصلت الرقبة رغم أن الفيلة يركض أسرع من الإنسان نعم في حين اختبأ آرون وابنه لم تتمكن زوجته وابنه الآخر من الهروب من هجوم الفيلة القاتل يا لها من قصة محزنة نعم إنها محزنة أنا آسف لكن شكرا على مشاركتك قصتك معي عندما تقوم بعمل كهذا حيث نخرج للعثور على الحيوانات القاتلة ونجري مقابلات مع أشخاص فقدوا أرواحا وفقدوا زوجات وأطفالا وأشياء كهذه فهذا يستنزفك بشكل حقيقي وعلى الرغم من أن اهتمامي متوجه نحو سلوك الحيوانات إلا أنك كأنسان تتعاطف مع الأشخاص الذين كان عليهم المرور بكل هذه الأمور في الوقت الذي ما زلت أتعامل فيه مع صدمة خسارة فرد مرت بمسرح شهد خسارة ودمارا أكثر اتساعا بالحديث مع زعيم هذه القرية العجوز لقد أصبحت هذه القرية مهجورة تقريبا ووفقا لما أخبرني به فأن كل هذا بسبب الضغط الذي تسببه الفيلة كان هذا مجتمعا زراعيا وكانت هناك محاصيل في كل مكان هنا لكن لسوء الحظ كانت تقع هذه المحاصيل ضمن محمية أدغال وهناك واحدة أخرى كاملة هناك ووجدنا أنه في أي مكان في إفريقيا تجتمع فيه فيالة ومحاصيل معا تحصل مشاكل كبيرة إيموش هو زعيم هذه القرية ولقد رأى فيالة قاتلة تلاحق الناس في هذا المجتمع وتقتلهم عن عمد أتقول إنه بين الحين والآخر يأتي فيل لا يحب البشر؟ نحن نعيش في خوف لأنك عندما ترى الفيلة حتى لو مشيت بكل هدوء بمجرد أن ترى إنسانا ستكون هذه نهايتك منذ بضعة أيام تعرضت امرأة للقتل تحت هذه الشجرة وجلست القرية بأكملها هنا تشاهد ما يحدث عاجزة لقد حصل هذا الأمر كثيرا لدرجة أن الزعيم تمكن من أن يصف لي كيف تهاجم الفيلة الناس عادة تمسك بك الفيلة بخرطومها وترميك على الأرض تستخدم أنيابها الكبيرة وتغريسها في الجسد ثم يأتي دور القوائم وكما وصف لي ستقف على رأسك ولن تدعك حتى تصبح مسطحا أمضت الطبيبة البيطارية سيبل كوانت الكثير من الوقت مع الفيلة وتعرف أن هذا السلوك القاتل هو نتيجة مباشرة للتفاعل السلبي مع الناس هناك دائما سبب لتصرف الفيلة بهذه الطريقة فأما أن تكون قد مرت بتجربة سيئة في صغرها أو ربما تعرض الفيل إلى تهديد أو هجوم من قبل البشر هناك دائما سبب يتعدى البشر أكثر فأكثر على مناطق فييلة لم تكن مأهولة من قبل وفجأة أصبحت هناك الآن هذه الحقول التي غالبا ما تكون من دون سياج لذا فإن هذا بمثابة دعوة لأي فييلة تعيش في تلك المنطقة لتأتي وتتصرف كما تشاء يحاول الناس إبقاءها بعيدة إذا هناك على الفور حالة من الصراع سأقوم بركوب هذه الدراجة التي استعرتها من أحد الأصدقاء سأرى كيف تكون الحياة مثل ما يعيشونها تأتي الفيلة من جميع الأنحاء إلى هنا في الليل سأتنقل مثل ما تتنقل تعتقد أن ركوب دراجة كهذه أمر سهل لكنني بالكاد أستطيع البقاء عليها ومع ذلك في أي لحظة يمكن أن يخرج فيل من الأدغال هناك وسأكون في مشكلة إن تجنب حيوان في وسيلة النقل هذه هو أمر مستحيل الشخص الذي أعارني الدراجة يمتلكها وهي من المستحيل أن تكون أسرع من الفيل وتمتلك منزلاً مصنوعاً من القش لن يحتاج الفيل إلى مفتاح ليفتحه من المستحيل أن تكون في مأمن من الفيلة القاتلة وأنت تواجهها كل يوم في برنامجي هذا جربت الكثير من وسائل النقل لكن وسيلة النقل هذه كانت أكثرها صعوبة وإزعاجاً هيا لا يمكنك مجاراتي لا تستطيع أن تعرف أي الفيلة يمتلك سلوكاً قاتلاً كل ما يمكنك فعله هو إبقاء الناس والفيلة بعيداً عن بعضهم بعضاً تعمل نينا جيبسن مع مشروع ألفينت بيبر وهي تعمل مع المزارعين المحليين لتوفير رادعاً طبيعياً للفيلة وهم يستخدمون علاجاً مزروعاً محلياً هو الفلفل الأحمر الحار يزرع المزارعون الفلفل الحار ويسحقونه ثم يمزجونه بالشحوم وينصبون سياجاً بسيطاً حول حقولهم يتخلى له قطع قماشية قاموا بتغميسها في ذاك المزيج الدهني تشتم الفيلة الفلفل الحار عندما تقترب من الحقل يقومون أيضاً بمزج الفلفل المجف في نفسه إما مع روث الأبقار أو روث الفيلة ويصنعون منها قوالب لديها تأثير مشابه للفاء في طرد البعود وهي تصدر دخاناً بغيضاً لقد نجحوا مع الفلفل الحار ولا عجب لما تبقى هذه الفيلة بعيداً هذه الرائحة مثيرة للإشمئزاز إذن لا يمكنني الذهاب قبل أن أجرب بنفسي كما أن هذا الفلفل حار إنه حار جداً عندما تتذوق واحدة منها يمكنك أن تفهم لما لا تريد الفيلة الاقتراب إنها حارة إنها أذكى مني وبإمكانها أن تعرف من رائحتها أنها حارة انتهيت اليوم لقد انتهيت يبحث مسؤول الحياة البرية في إفريقيا عن طرق أخرى للحد من الصراع بين البشر والفيلة في أغندا يقومون بحفر خنادق لحماية المحاصيل من هجمات الفيلة لن يقوم فير بالقفز هكذا إن عليهم التعامل مع هجمات الفيلة على المحاصيل وهذه مشكلة أكبر من مجرد طردها بعيداً لذا قاموا بحفر هذا الخندق العملاق إلى يميني توجد المحمية وإلى يسار المزارع ولا توجد الكثير من الفيلة التي قد تقفز كل هذه المسافة الآن سنبحث عن بعض الذكور الوحيدة وأرى ما إذا كان باستطاعة العثور على فيل ذي سلوك قاتل هذا فيل يقول لي اتعد أمضيت الكثير من الوقت حول الفيلة ومشاهدتها أمر مذهل كما أعرف أن الفيلة ربما أكثر من أي حيوان آخر يمكن أن تتحول إلى قاتلة وعندما أقول قاتلة فأنا أتحدث عن السلوك العدواني العادي أو الدفاع عن النفس مواجهة الأولى هي مع ذكر يافع وهو قوي جدا على الأقل هذا ما يعتقده كان يرسل لي إشارة يريد أن يلعب الأذنان نحو الخارج كل هذه إشارات جيدة لكنه لا يزال في سن صغيرة ولن يقوم بأكثر من ذلك كان يلعب فحسب ولا يريد أن يكمل لكن بعد عشر سنوات عندما يصبح بضعف حجمه الحالي فهو لن يلعب بعد الآن بل سيقلب سيارة الجيب هذه كان وديعا جدا لكنني أشعر بفضول لمعرفتي كيف سيكون رد فعل فيل أكبر وأقوى عندما أقترب منه بينما كنت أشق طريقي على طول نهر زنبيزي لم يمضي وقت طويل قبل أن أرى ذكرا وحيدا على الضفة قد لا يكون كبيرا جدا لكنه خطير منذ اللحظة التي رآني بها أصبح مهتاجا أترون كيف فتح أذنيه؟ إنه يرسل إلي إشارة يقول لي احذر فأنت قريب جدا أنا فيل كبير مؤذن دعني وشأني إن هذا الذكر يحاول أن يظهر من هو الأكبر حجما إذا لم أستمع إليه فسوف يبدأ بزيادة تهديداته انظروا إليه هذه الإشارة لي يقول لي ذكر الفيل هذا أنت قريب جدا تراجع جار الأمر كما كنت أتوقع قام بتحذيري وأنا تراجعت ظن ديرل بالفور أنه يعرف الفيل بما يكفي ليميز إشارات التحذير كان يمشي مترجلا في متنزه كروغر الوطني يصور الفيل من أجل كتاب جديد عندما هجمه ذكر فيل غاضب يدعى توكوان وحاول قتله تتبعت هذا الفيل أمسكت كاميرتي واتجهت نحوه اقتربت منه كنت أبعد عنه حوالي 27 مترا التقطت صورة ودرت حوله رآني وتظاهر بالهجوم توجه نحوي قلت حسنا لدي الصور التي التقطتها سأعود نحو السيارة وعندما نظرت إلى الخلف كان تاكوان يتغذى كان المشهد أفضل والضوء أفضل فقلت لما لا أنهي الفيلم في هذه الكاميرا وفجأة استدار واتجه نحوي ثم أخفض رأسه وأطلق صوتا عاليا وأنزل خرطومه تحت صدره واتجه نحوي وقبل أن أتمكن حتى من الابتعاد عن طريقه كان قد أصبح فوقي وكانت قوائمه الضخمة تركلني وتدوسني وكان الجو مليئا بالغبار والفوضى وتراجع إلى الخلف ودأس على ساقي وحملني نحو الأعلى هكذا ثم ألقاني على الأرض مع دفعه وتسبب هذا بخلع وركي ما أتذكره في تلك المرحلة هو أنني كنت مستلقيا هناك أرى هذين النبين الضخمين متجهين نحو مباشرة وانسحبت جانبا وضربني ضربة جانبية على رأسي بأحد أنيابه ما سبب الهجوم عليك؟ الخطأ الذي ارتكبته كان العودة مرة ثانية كانت تكان قد حذرني وعطاني رسالة بأنه لا يحب الناس مع مواصلة البحث عن الفيل القاتلة أصبحت أدرك أكثر كم من السهل إثارة فيل ليقوم بالهجوم هذا الذكر أكبر من جميع الفيل التي اقتربت منها حتى الآن في اللحظة التي نظر نحوي علمت أنه متوتر هل هو مجرد ظرف أم أنه قد يكون قاتلا عندما كنت أسير بحثا عن القطيع كان هذا الفيل يبدو مسترخيا يمكنكم رؤية وحيد قرن بعيدا هنا وأريد أن أجلس هنا وأرى ما الذي يفعله لكن ما أن بدأت بالسير حتى رفع رأسه قليلا وركز نظره علي هذا هو يتفحصني يراقب ما يحدث نعم بدأ الآن بالتمايل قليلا هناك احتمال كبير بأن يبدأ بتهديدي إذا فعل ذلك فأنا في منطقة مفتوحة جدا لا مكان أذهب إليه وهذا ليس مكانا جيدا إنه لا يمتلك أنيابا ضخمة هذا لا يعني أنني أستطيع الاسترخاء لثانية واحدة بإمكانه أن يقتلني بسهولة حتى من دون الأنياب ويبدو أنه على استعداد للمحاولة إنه قادم نحوي ما ترونه إشارة إنه فيل يبرز أذنيه يتميل قليلا يأرجح قائمته انظروا يرفع رأسه عاليا إنه يظهر لي مقدار ضخامته هذا الحيوان ليس معجبا بأن أسير على الأقدام إنه معتاد على السيارات وسيارة الجيب نحن بجانبها صحيح؟ هل سنضع مفاتيحنا داخلها؟ أم أنه لا يدمر سياراتنا؟ هذا تماما ما تراه تريد أن تكون قوية في هذا الجانب هذا الحيوان قد ينقض على وحيد القرن فقط ليظهر قوته ليس من الجيد التواجد مع هذه الحيوانات واللعب معها إنه يتباهى بقوته إذا كنت تريد القدوم فأهلا بك هكذا يقول لي إنه يقترب أكثر يوقع به يتغوط ويتبول كل هذا في محاولة لاستعراض قوته أمامي إنه ضخم إنه ضخم حيوانات وحيد القرن تبتعد عن المكان جميعها تعلم كيف يبدو الفيل الخطير إن هذا حيوان ليس سعيدا إنه قادم حسنا فلنذهب هيا جون وداعا وداعا ابتعد ابتعد من هنا لا يمكنك أن تدرك كيف يكون الذكر الجامح إلا عندما ترى واحدا كهذا لقد رآني وقام بتفحصي توجه نحوي وأبرز لي أذنيه وهذا فيل يقول أنا ضخم جدا وقوي لدرجة أن بإمكاني أن أصحقك عندما تكون مترجلا مع حيوان كهذا يجب أن تتأكد من أن لديك مخرجا لأنك إذا لم تفعل فهو لن يعطيك فرصة أخرى تتسبب هذه الذكور اليافعة الجامحة بمتاعب أكبر فربما كانت تقوم بتهديد لكنها تقتل حيوانات وحيد القرن لسنوات صارعت العديد من المحميات الطبيعية في إفريقيا للتعامل مع وجود أعداد كبيرة من الفيلة كان أحد الحلول المؤلمة هو عمليات الإعدام الجماعية وأحد الحلول الأكثر إنسانية كان نقل الفيلة وإخراجها من المناطق المقتذة بالسكان إلى محميات أقل سكانا لكن عند نقل أجزاء فقط من القطيع يبقى الكثير من الذكور اليافعة من دون إرشاد من الفيلة المهيمنة وأدى هذا إلى حصول بعض السلوك المختل والمخيف بشكل مشابه تماما للأطفال غير المنضبطين شهدت حارسة الحديقة كريس كامب فيلا يقطر وحيد قرن بشكل وحشي إنها تأخذني إلى المكان الذي حصل فيه الهجوم كنت أقود سيارتي على الطريق يبعد عشرة أمطار من هنا وكان هناك فيل علمت أن هناك فيلا لذا قلت للزوار أن يأتوا لرؤيته وعندما أتينا رأينا الفيلة يطارد وحيد القرن كانت أذناه نحو الخارج وخرطومه نحو الأعلى لكنه لم يكن يصدر صوتا بل كان هادئا وبعد عشر دقائق أمسك به الفيل وداس عليه وكان وحيد القرن يصرخ ثم بدأ يطعنه بأنيابه نعم بأحد أنيابه بنابه الأيسر ثم توقف عن الصراخ لكن الفيل استمر بطعنه كان يصرخ عاليا إذن وضع ركبته هنا يمكنك أن ترى أثرها نعم لدينا هنا طعن تناب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ماذا حل بالفيل؟ ثم وقف الفيل فوقه وضع قائمتين على جانبي وحيد القرن نعم ثم لحوالي خمس دقائق وقف هناك بهدوء كما لو أن شيئا لم يحصل وقف من دون أن يفعل شيئا ثم ابتعد عنه ببطء هل رأيت شيئا كهذا من قبل؟ لا هذا ليس سلوكا طبعيا هذا سلوك قاتل حقيقي حيوانات وحيد القرن مسلحة جيدا وسريعة وفي حين يمكن أن تكون عدوانية إلا أنها عادة تتفادى الصدام الفيل ووحيد القرن ليس عدوين ومع ذلك فإن الفيل في العديد من المحميات في جنوب إفريقيا هي الآن القاتل الأول لحيوانات وحيد القرن بعد البشر يبدو أنها تفعل ذلك في سبيل المتعة أو الهواية أكثر من أي شيء آخر بإمكانك مقارنتها مع أطفال الشوارع بشكل مشابه لما لدينا في المجتمع البشري لقد انتزع العديد من هذه الذكور من مجموعات عائلية في سن مبكرة لذا فإن الإرشاد الذي تحصل عليه ضمن المجموعات من أمهاتها وعماتها قد ذهب وغالبا عندما تكون مع ذكور فتية أخرى من نفس السن فالأهم بالنسبة إليها هو البقاء على قيد الحياة لذا تبدأ بالتنمر على بعضها بعضا إنها لا تعرف أي حدود لا تعرف كيف تكون البنية الاجتماعية السليمة للأسرة لأن الهيكلية اختفت أيمكن أن نطلق على فيل ذي سلوك قاتل؟ ما تعلمته خلال سنوات عملي مع الفيلة هو أنه ما من فيل يشبه الآخر فجميعها تمتلك شخصيات منفردة ما زلت أفتش عن الأخطر بينها ذكر كبير يملأ هرمون التستسترون جسمه وهدفه الوحيد هو التزاوج والقتال ربما ترون هذا هناك قطيع صغير انظروا إلى ذلك انظروا إلى الفيل الذي يعلو البقية هذا هو ذكرنا الذكر المهتاج هو على الأرجح أكثر الحيوانات عدوانية إنه موقف سيء يجب أن أحرص على البقاء خارج القطيع وأتصرف بكل حذر لأنه إذا أرسل لي إشارات فهو لي يحذرني بل سينفجر وسيدبع ذلك الكثير سيكون علي التقدم بحذر حتى مع وجود حارس ومتعقب أثار معي نحن على وشك وضع أنفسنا في وجه الخطر تميل الفيلة إلى إرسال إشارات إذا كانت تشعر بالتوتر فهي تتعرق على جانب رأسها وتجتمع معا وتبتعد قليلا عندما ترى هذه الأشياء تحصل تقول لنفسك حسنا من الأفضل للتراجع قليلا ربما إلى خارج منطقة راحتها الفيلة حيوانات خطيرة حقا وهي تصبح عدوانية وتكون ذات تركيز عال أثناء عدوانيتها محاولة الاقتراب إلى درجة كبيرة من الفيلة البرية سيرا على الأقدام تعني أنني أحمل روحي على كفي لكن هذه هي الطريقة الوحيدة لفهم ما يحول بعض الفيلة إلى قاتلة لكن هذا لا يعد شيئا بالمقارنة مع ما أنا على وشك دخوله أتريدون التحدث حول الفيلة الكبيرة والشريرة؟ هناك الفيل العادي الأكبر والأسوأ في الأدغال ثم تريد أن تصاعد الأمر قليلا هناك أم مع صغيرها هذا حيوان لن تريد أن تثير غضبه والآن فلنذهب إلى أشدها قصوة أكبر الأسوأ بينها إنه الفيل المهتاج هرمون التستستورون يملأ أجسام هذه الفيلة وهي عنفة وتسعى للقتال وإذا كنت غبيا بما يكفي للإقتراب منها فستحصل على ذلك اجمع كل ما سبق في مكان واحد وتحصل على قطيع تكاثر ضخم وهناك حيث سأعثر على حيوان القاتل مرحبا طارق هل حصلت على إشارة من الفيلة؟ نعم بشكل أساسي يتتبع طارق بعض الفيلة التي تضع أطواقا تبث ذبذبات لاسلكية لإدخالنا إلى الحدث نحن نبعد عنها ستة كيلومترات ونصف يبعد القطيع الآن ستة كيلومترات ونصف نأمل أن نقترب منه قبل أن تتحرك مرة أخرى سنتفقد من هنا أين هي الفيلة؟ نعم ربما سنتمكن من التقاط إشاراتها نأمل أن نلتقط من أعلى التل إشارات قوية تظهر لنا إلى أين تتجه هذه هي الإشارة التي تضع أطواقا حسنا كما ترى الإشارة قوية حسنا يبدو أن العديد من الفيلة تبقى قريبة من بعضها بعضا وهي تتحرك هل تتجه جميعها إلى هناك؟ نعم لقد أصابنا التوغل عبر الأدغال بالتوتر جميعنا هناك احتمال بأنها تعرف مسبقا أين نحن بالضبط لكنها إذا لم تستشعر وجودنا بعد فنحن نخاطر بمفاجأتها نتتبعها منذ بعض الوقت الآن ولقد وصلنا إليها نحن الآن في منتصف قطيع تكاثر نعلم أن الذكور المهتاجة موجودة في هذه المنطقة ونعلم أن هناك حيوانات جامحة في جميع الأرجاء قتل أحدها وحيد قرن الأسبوع الماضي التواجد في هذا المكان سيء مع كل هذه الشجائر لا يمكنك أن ترى شيئا نعم إنها هنا لقد رأينا أنثى فيل وهي قادمة إلى هنا نريد أن نتراجع لنعطيها بعض المساحة نتقدم نحو فيل بمفرده قد تكون أما وصغيرها وربما ذكرا مهتاجا وربما ذكرا وحيدا جميعها تمتلك إحساسها الخاص بالخطر أكره أن لا تكون الحيوانات على علم بوجودي لا أحب أن أفاجئ الحيوانات فقد تسير الأمور على عكس ما نريد إنها قادمة الفيلة قريبة لكن ليست لدينا أدنى فكرة عن عددها إذا قررت أن تهاجمنا فلن نراها مقبلة إنها مع صغيرها وهي أم إنها في حالة تأهب قصوى ويجب الحذر أريدها أن تراني فحسب أن تشتم رائحتي وتعرف أنني لا أريد أذية أحد هذا يجعل ضقات قلبك تتسارع أثناء مراقبتي للأم شعرت بأن هناك شيئا أكثر خطورة يحدث خلف الأشجار بقية القطيع يتحرك ويقترب من ناحيتنا هذا شبيه بمناورة عسكرية ولديها من الذكاء لتقوم بذلك هناك ذكر خلفنا لست وافقا مما ينوي فعله لكن بناء على وضعيته التهديدية أعتقد أن هذه قد تكون مشكلة حسنا علينا أن نبدأ بالتراجعية جون قف ابقى ابقى هنا حسنا لن أنظر نحوه لا أريد أن أشعره بالعدوانية ليست لدينا أي سيارة والاختباء خلف شجرة لن ينقذ أحدا يجب أن أبعد هذا الفيل عن طريق التأثير فيه نفسيا تحولت هذه إلى لعبة مميتة أريده أن يعرف أنني لست خائفا منه لكنني كذلك إننا محاصرون إنه خلف تلك الشجرة إنه يراقبنا من الواضح أن هذه الفيلة تتواصل إنها شديدة الذكاء أنا واثق من أن كل هذا هو جزء من خطط لا أفهمها أحاطت الفيلة البالغة بالقطيع على شكل هلال حشدت القطيع بأكمله لذا ثمت منفذ خال لنا إذا استطعنا الذهاب إلى هنا فبإمكان الخروج إن ما حصل بشكل أساسي هو أن الفيلة البالغة قالت لنا اسمعوا إذا كنتم تريدون الخروج بإمكانكم الذهاب من هناك لكن إذا كنتم تريدون القتال فلتبقوا في مكانكم لأننا قادمون إليكم توجد فيلة هناك دعني أغتنم الفرصة التي منحتني إياها لهذا السبب جزئيا أعتقد أنك سترى فيلة يمكن أن تكون قاتلة كما يمكن للبشر أن يكون قتلة لكن كانت هذه عملية ذكية لفيلين بالغين يمكنك أن ترى أن هناك شخصيات مختلفة لأن أحدها خرج وقال لي لن أقوم بقيتالك لكنني سأبعد عائلة من هنا يبدو أننا لو لم نتفاعل من الفيلة لما كان هناك شيء يدعى فيلة ذا سلوك قاتل لكان سلوكها يأتي ببساطة من قانون الطبيعة الحيوان الأكبر يضع القواعد لا يوجد شيء أكثر تركيزا وأكثر قدرة جسديا على إلحاق أضرار مروعة من فيل مهتاج عندما تتحدث عن حيوانات بهذا الحجم بهذه الرشاقة بهذه القوة هنا في الطبيعة لا يوجد مكان أذهب إليه لا أستطيع تسلق شجرة ليس بمقدور الفيلة أن تدفعها للسقوط لا يمكنني أن أجد مكانا أختبئ فيه من دون أن يكون بمقدورها إما أن تجتم رائحة أو تسمعني أو تراني لا مكان أذهب إليه كما قال لي صديق أفضل طريقة لإيقاف هجوم فيل هو عدم التسبب به أصلا إذا أراد الفيل قتلك فلا شيء يمكنك القيام به لإيقافه لا شك لدي بوجود فيلة قاتلة ومع ذكائها وحجمها وتركيزها فربما هي من أسوأ أنواع الحيوانات القاتلة ترجمة نانسي قنقر